الشارع لحالة التوتر التي ظلت قائمة طيلة الأشهر الماضية. لكن قبل ذلك سيد حسين أشرت بأن الحكومة كان يؤمل أن تذهب لخيار للتعاطي مع هذا الواقع. يأتي في إطار حزم إصلاحات وفي إطار مساعي وجهود وخطط لمواجهة الفساد. لكنها ذهبت نحو هذا الخيار. هل ذهبت لأسهل الخيارات؟ وإلى مدى يعكس ذلك عدم رغبة بالمضي نحو رؤى إصلاحية أو المضي نحو مواجهة حقيقية مع الفساد في البلاد؟ هو أكيد المشكلة الكبيرة أن الحكومة العراقية كانت مصممة لإدارة الوضع الحالي وإيقاف التداعي والذهاب لإدارة الانتخابات. لكن استحقاقات الواقع العراقي الآن من أن الاقتصاد الدولي وحتى ليس الاقتصاد العراقي قد يعاني من كساد واضح جدا بعد أزمة كورونا. وما زالت أزمة كورونا تضرب في أطنابها. ونلاحظ الآن في جنوب لندن هو واحد من التطورات الخطيرة حقيقة على الأمن الإنساني. وهذا بالتالي ما جعل الحكومة تذهب إلى الاقتراض الأول والثاني. ولكن للأسف القوة السياسية العراقية والمتصارعين مع الحكومة العراقية ذهبوا باتجاه الضغط على الحكومة العراقية. ولذلك على ما يبدو أن سلوك وزارة المالية كان كذلك سلوك ردة فعل صعبة جدا. لم يكن هناك مؤشرات للذهاب إلى سعر صرف 1450 أو 1470 مثبت في مسودة الموازنة. إلا بعد أن سربت أو نقلت أو وزعت الموازنة في الواتسابات وقروبات الواتساب. ومن ثم طلعنا عليها فوجدنا أن هناك تحدي كبير. مثبت هذا الموضوع كان بصورة غير مباشرة. كان يتحدث عن أقليم كردستان ومعادلات النفط ومساواة براميل النفط وفقا لسعر الصرف. حتى لم يتحدثوا بصورة دقيقة بهذا المجال. أنا توقع أن هناك مشكلة كبيرة هي النظام السياسي على مدى الإسباطاء السنة لا يستطيع الآن أن يلبي طموحات المواطنين. وكذلك متطلبات المجتمع العراقي. ولذلك كان هناك خيارين. أما أن نبقى بحلول ترقيعية صعبة جدا. أو الذهاب بالحلول الصعبة. ولكن هذه الحلول الصعبة أخترها طبعا اللعب على مرتكز واحد وترك المرتكزات الأخرى. وهذا بالتالي ما يجعل الآن الحكومة العراقية مطالبة كذلك بإعادة تدوير هذه السياسات. وتحويل إلى سياسات حقيقية من خلال العمليات الخاصة بإعادة النظر بالتضخم الركود الذي سيحدث. من خلال تغيير سلم رواتب. وإعداد سلم رواتب جديد. وهنا لعبة القوى السياسية العراقية. إن إرادة أن تلعب وتكون فاعدة. ولا تستخدم انتخابيا. المواطيات المالية والاقتصادية كثيرة. لكن كذلك المناخات والعناصر السياسية التي تحيط بالحكومة وإدائها. واتخاذ هذا القرار تبدو أيضا كبيرة وثقيلة. هل نفهم بأن الأسباب التي دفعت نحو هذا الخيار. هي سياسية أكثر منها اقتصادية. الخيار الذي دفع الحكومة هو خيار حقيقي وواقع إنه لا تمتلك الأموال. نعم موجودة أموال في البنك المركزي. لكن قانون البنك المركزي يجبر الحكومة العراقية على التقديم طلب إلى البرلمان والموافقة من قبل أعضاء مجلس النواب. باعتباره يمثلون الشعب على الاقتراض من البنك المركزي. ولذلك الاقتراض الخارجي والداخلي هو مرتبط بإرادة سياسية للقوى السياسية العراقية التي حكمت البلاد على أسباط سنة. والتي تشوه الاقتصاد في ظلها. والآن تريد هذه القوى السياسية أن تقبض على الحكومة من خلال ما حصل في مسألة الاقتراض الثاني. هنا المشكلة التي دفعت الحكومة العراقية لتحويل التحدي الكبير أمام الحكومة إلى البرلمان من خلال مسودة الموازنة. وبالتالي تقليل المرتبات الحكومية من خلال قطوعات على الحوافز التي كانت ممنوحة. وبالمناسبة التشوه الهيكل ليس اليوم بالمناسبة. هو منذ 88. منذ عام 90 من القرن الماضي. ولغاية الآن. الراتب الاسمي للموظف الدولة العراقية غير واضح. وهو الضحية دوما. وبالتالي هذه الحوافز التي وضعت عليه منذ ذلك التاريخ إلى أحد هذه اللحظة. هو الذي شوه الوضع. وهذا هو مشكلة الاقتصاد الريعي الذي ورثت تركته الحكومة من جهة. والمجتمع والشعب من جهة أخرى.